حضرتك لو تبسط لنا هذه الدراسة وإيه علاقة اللب الداخلي للأرض بارتفاع درجات الحرارة؟ هو الحقيقة دي ساعات بيبقى فيه تغيرات طبيعية يعني احنا دايما نقول درجات الحرارة أو تغير المناخ بيصل من شقين شق طبيعي وشق فعل الإنسان فأحيانا دوران الأرض حول الشمس بيصحبوا بعض التغيرات اللي ممكن تأثر على درجات الحرارة وفي نفس الوقت ممكن لب الأرض يبقى فيه بعض التغيرات لأنه لب الأرض ده عبارة عم عادن وصخور ساخنة فلو حدث تغيرات في هذه الحركة ممكن يزود لنا درجات الحرارة بس هو مش هو ده السبب الرئيسي لللي احنا شايفينه دلوقتي السبب الرئيسي الأكتر هو نشاط الإنسان أكتر منه الدوران الطبيعي أو الحركة أو التغيرات الفيزيو كيميائية اللي هي خاصة بإنسان هل هو مش ممكن يكون نشاط الإنسان السلبي ده أثر على لب كوكب الأرض؟ لا هو نشاط الإنسان بيبقى على سطح الأرض أفضل منه لب الأرض لب الأرض ده خاص بال حتى حدودك بتلاقي البراكين بتطلع من لب الأرض فبتطلع معها المحمى أو المواد المعدنية والسخور أنا كنت مفكر يعني بس مع الدراسة دي قد إيه الإنسان على مدار ألاف السنين مش ألاف السنين حنقول مئات السنين أخرج من كوكب الأرض أو من باطن الأرض يعني زي مضر الهوى وزي مضر المية هو أخذ بترول وأخذ سروات معدنية وأخذ معادن وأخذ مية جوفية الحاجات دي ما تأثرش؟ يعني مش بالشكل اللي إحنا متخيلين يعني لأن الأرض بطبيعتها ربنا لما خلق الأرض خلق فيها التزان فهي دي ما تأثرش قوي على السطح الأرض لأن كل التفاعلات اللي بتحصل في المناخ بتحصل على القشرة الأرضية لغاية الغلاف الجوي وليس داخل بطن الأرض بطن الأرض ده حاجة يعني فيزيو كيميائية بتتحرك وتتعدل وتتبدل لكن بترجع لأصلها طالة المدة أو قصرة فهو ده مش هو ده السبب الرئيسي لهذا الأمر ولكن النشاط اللي بيتم على سطح الأرض من قبل الإنسان طيب خلينا برضو مبسطها بشكل أكبر يعني هتجب تقول إنه نشاط الإنسان معني أكتر أو بيؤثر أكتر على سطح الأرض بالنسبة اللي هو بالدخيل الأرض إيه الأسباب اللي ممكن يعني تكون قدت إن هو يدور بشكل أبطأ من المعدل الطبيعي بيبقى التجازب ما بين الشمس والأرض هو ده السبب الرئيسي أحيانا بيحصل يعني بشكل طبيعي إن العلاقة بين الشمس والأرض تختل شوية أو بيبقى فيها حركة دينماكية بفترة من الفترات هي دي اللي بتأثر على الحركة أو بتعمل هذا الأثر في المقام الأول لكن زي ما قلنا هو الأساس هو الإنسان في المقام الأول يعني يا ظل الإنسان طيب ارتفاع درجات الحرارة يعني بأي شكل من الأشكال الدراسة دي قالت إنه كان في 2010 واستمر حتى الآن يعني تسقن بدراسة اللوب بكوكب الأرض ما هي الدراسة يعني هي الدراسة عملت على أساس إنه بيدور خلال السنوات الماضية هو إيه اللي حصل بالضبط وإيه دوران وإيه النقاط وإيه درجات الحرارة بيحاول يربط بين هذا الشيء وبين درجات الحرارة اشتركوا في القناة